تأكيد هناك بعض الأشياء ظهرت بتحل الملامح المشهد الانتخابي للمصريين في الخارج أهمها ودلالتها إيه؟ خليني أبدأ معاك الأول قبل أن نروح للمؤشرات الأحصائية والرقمية أنا عايز أقول أن هذه العملية الانتخابية هي واحدة من أهم العمليات التي استخدمت فيها القوى النعيمة للدولة المصرية للمواطنين المقيمين في الخارج وربما تكون بداية لحالة مختلفة في كيفية الاستفادة من المصريين الذين يقتنون في عواصم ومدن الدول المختلفة في دعم الحراك الوطن وأعتقد أن هؤلاء المواطنين خلال اليومين والعشر ساعات اللي مروا من تصويت اليوم الثالث لحد دلوقتي قدموا رسالة في منتهى الأهمية لضرورة الحجد والخروج ده يتطلب مننا أولا أننا نؤكد على أن فيه جهد غير عادي لعبته الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية ووزارة الهجرة كان أثر هذه الأعداد الكبيرة التي نشاهدها أمام لجل الاقتراع التي تؤشر لأننا رحيل لرقم غير مسبوق في مشاركة المصرين بالخارج يعني إحنا المصرين شاركوا في ثلاث انتخابات رئاسية سابقة أعلىها على الإطلاق كانت العملية التصويتية لانتخابات 2014 كانت 38030 ناخر ده إجمالي من شاركوا في العملية إمبارح في منتصف التصويت بعد 12 ساعة من تصويت اليوم الثاني كنا تجاوزناها سابقا ده مهم جدا أن ناخد بالنا أن الجاليات المصرية بالتنسيق مع السفارات لعب الدور مهم جدا في تيسير الإجراءات لنقل المواطنين ووصولهم إلى لجل الاقتراع خصوصا وإحنا بنتكلم على لجنة اقتراع واحدة في دولة كاملة عملوا ريكورد يعني المصر طبعا الريكورد ده لازم تشيد بالقالية اللي عملته لأن ده كمان جهد واجب على الأجهزة يعني البعض يعتقد ودي نقطة لازم نوضحها للناس قيام الجاليات وقيام وزارة الهجرة وقيام وزارة الخارجية وقيام الهالة وطنية الانتخابات بتزليل الصعاب وتيسير الطرق أمام الناخبين للذهاب إلى صندوق الاقتراع ده واجب وإذا لم يتم الوفاء به يعتبر عيب لكن العيب عشان الناس اللي بقوا واخد بالها بس واتفر إن حضرتك تحشد موجه يعني تجيب الناس وتحدد لهم ينتخبوا منه هذا لم يتم رصده في أي لجنة اقتراع على مستوى 137 صفارة وكنصلية للمصرين في الخارج في 121 دولة ولم يصدر أي بيان من أي هيئة هيئة للرقابة على الانتخابات وإحنا عندنا 64 منظمة مجتمع مدني تتابع العملية الانتخابية الآن ولا من قبل الفضائيات ووسائل الأعلام وإحنا عندنا 59 فضائية عندنا 18 جريدة عندنا 21 موقع إلكتروني عندنا 650 مراسل أجنب كل الأرقام اللي بقولها لحضرتك دي محدش منهم خرج وقال أن هناك توجيه لناخب واحد في أي سفارة للتصويت المرشح به وبالتالي ده مشهد لازم نعززه لازم نركز عليه لازم ناخد بالنا منه أنه كمان بيماهد لعملية الاقتراع في الداخل ولمؤشرات جيدة لعدالة ونزاهة وكفاءة تلك العملية النقطة التانية أن مصرين الخارج كانوا عين جدا أنهم لا ينتخبون رئيس وأن لو الاقتراع هدفه بس أننا نعرف اسم رئيس الجمهورية كان ممكن ما يرخوش لكن المصرين في الخارج بحكم احتكاكهم بثقافات واطلاعهم على أوضاع دولية عارفين مدى المأزق والخطر الحقيقي الموجود في منطقة الشرق الأوسط والمصر في قلب فده تصويت لتمتين وتقوية القرار الوطني في مواجهة المؤامرات والمحاولات التي تحاول أن تنال من استقلالية القرار أولا ومن حدود الدولة المصرية تانية فاعتبروه واجب وطن مش مهمة تصويتين المصريين مش بيتعاملوا مع الانتخابات باعتبار أنها عملية دورية بتتكرر وخلاص يمكن ده شفناه في بعض الدول المقارات السفارة والقنصلية على مسافات متبعدة فمثلا نشوفنا ناس من الخبر والدمام تجهوا لي البحرين شوية بتتكلم على ألف ومتين كيلو متر بيقطعها الناخب ذهابا وعودة يعني ألفين وربعمائة كيلو متر عشان يروح لعملية تستغرق أقل من خمس دقائق إيه اللي يخليه استحمل ده إلا لو عنده شعور الوطنية وشعور الانتماء قوي أنا لما أتكلم على دولة زي روسيا أكبر دولة من حيث المساعة في العالم فيها السفارة وقنصلية فقط لغين ومع ذلك الصور حضراتكم بارح أنا شفت عندكم على الشاشة صور حشد المصريين في النمسا النمسا بتمر بواحدة من أعنف العواصف الجليدية عليها والناس وقفة والتال جنازل عليها ومع ذلك وقفين في طابور مستنين خارج السفارة دخولهم للتصويت هل ده مجرد واحد رايح يدي صوته في الانتخابات هدفه بس أنه يعلم على علامة لا هو هنا هدفه رسالة لكل الأطراف أن المصريين صفا واحدا دفاعا عن دولته رغبة في دعم وتقوية هذه الدولة رغبة في أن الأصوات تزيد إحنا آخر عمليات انتخابية كان إجمالي عدد الناخبين الذين صوتوا على مصري 24 مليون لو عملت نفس الرقم النهاردة أنا كده تراجع نسبة تصويت المصريين لأن عدد الناخبين المقادم في الجداول الانتخابية زيت حوالي 9 مليون وبالتالي النسبة قلت النسب دي جزء من قوة القرار الوطني بيبقى مبني على نسبة تصويت الناخبين اللي صالحك الناس بتأيدك بنسبة قد إيه عايزين نفتكر مع بعض أن مصريين الخارج خرجوا بقوة غير عادية في 2014 اللي منور عليها لأنها كانت تصويت على قرارات المصريين بالخلاص من نمط حكم طائفي والذهاب إلى قرار وطني المصريين فيه على قدم المساعدة الدولة مدنية أيه فكان التصويت هنا هدفه إثبات هذه الرسالة أننا صفا واحدا وراء هذا النظام آه خرجنا قبل كده للتفويت في 26 يوليو لكن التصويت سنضيق الاقتراع تأكيد على هذه الرسالة والتصويت ده أخرس ألسنا عديد النهاردة المصريين نفس القصة أنت النهاردة وانت بتتكلم على أزمة زي أزمة نهر النيف والحديث على خلاف إدارة صد النهر صوتك في الصندوق ضمان لدفعك عن حقوقك المائية